اشتركوا في القناة 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 نشوفو ونجيب قطعتين من العجين دو بول كوياتين نكسلهم شوية فقط وندهنهم مليح بالزيت ونحط واحدة فوق واحدة لازم ندهنها مليح بش ما تلسقش ونسي هنا نخبزها هنا بعد ما نخبزها شوية نقول اللي غين تيري بيدي العجينة تتكسل يعني عادي عجينة معجونة مليح ومرتاحة مراتين غي تجبدوها تتكسل بلا ما تتقطع هنا ما تنسوش الطوف ما تخلوهم مش خشان بعد ما نكمل نجبدها كامل ندهن دهنة خفيفة بالزيت هنا اللي حاب يستعمل الزبدة يستعمل الزبدة دهنة خفيفة كما كم تشوفو ونطوي الجهتين نخدم غي بالعقل باش يجوني كامل متساويين الحبات نزيد دهنة خفيفة فقط ننكفرش الزيت ونطوي بهذا الشكل وهكذا حتى نكمل كامل حبات توعي من الأول حتى الأخير بعد ما نكملهم نروحوا للطياب هنا حبيباتي كان واحد الأخت سألتني على المقلات وعلى اليد التاحة نقتنم الفوصة هناك حاندي نخدم فيها وهنا بهذا الجيس ندخلها ونضغط على هاد القفلة باش ننحيها وهكذا هذه هي باش نجاوبها على السؤال التاحة حبيباتي هنا نروح نحط الكريب يرتاعي تسخن في الانجيكسيون على سبعة ونص وبالنسبة للي عندهم فورنو أو طابونة أو أي شي على نار متوسطة نجيب القطعة الأولى أو الحبة اللولى اللي كنت خدمتها نبدأ ونعود ونرجعوا للأول اللولى اللي كانت رتحت مليح نجيبها ونكسلها بيدية راح تكون راح يكون الضلع تاحة حوالي 17 سنتيمتر في كل في كل الضلع نحطها فوق فوق الكريب يرتاعي لنكون دهنتها بالزيت ونقلبها توت سويت ما نطولش حوالي 5 ثواني ونقلبها نزيد لها 5 ثواني واحد أخرين ونزيد نقلبها وهنا باش نسمح لها تنتفخ ولوفة اشتحها يبان فيما بعد هنا ثاني يزيد نقلبها من زيش نخليها تطول بعد ما تنتفخ نقلبها وهكذا حبيباتي نبقى نقلبها حتى تنتفخ مليح بعد ما تنتفخ نخليها تطيب على الجهتين ونكمل كامل الحبة التاعي على هذا الشكل يطيبوا من براء ومن الداخل ويجي لوفة اشتحهم باين هذه القطعة الأولى وهكذا حتى نكمل كامل حبات التوعي كما راكم تشوفوا نتيجة هاي لا حبيباتي هنا نعطي لكم بالنسبة للناس اللي حبوه يجيهم لاوي ميجيهم شناشف بعد ما تطيبوا حطوا حبة فوق حبة في صحن واحدة فوق واحدة حتى نتكملوا ويجيكم هذا بالنسبة للأعراس والمناسبات ميجيش سك واللي حبو يجيه يتقرمش ميحطوش واحدة فوق واحدة يحطو في طرشونة هكذا ويحطو كل واحدة وحدها كما راكم تشوفوا فيه ماهمش كيف كيف هذا راه لاوي وهذاك راه كرستيون يعني كي تحطوهم فوق طرشونة كل واحدة تحطوها وحدها ما تحطوش واحدة فوق واحدة هذه هي هذه هي الأستيوس اللي عندي لكم وكامل لزاستيوس اللي عندي عطيتهم لكم اليوم إن شاء الله ينجح لكم حبيباتي لمسمى عطيت لكم بمقادية مضبوطة جدا يعني بالميلي وبالقرام إن شاء الله تنجح لكم حبيباتي الوصفة يتكلب العسل أو بلا كونفيتور أو تقدموه قهوة حليب نقولكم حبيباتي أحبوكم في اللي نتلقى في فيديو جايين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته